هذا رجل كان عليه دين خمسمائة دينار وأتاه الديانة يطلبونه ما كان عنده دراهم فاستدان من أحد التجار خمسمائة دينار وأعطاه موعد لسداد هذا الدين أخذ الخمسمائة دينار ووزعها وسدد الديانة ومرت الأيام حتى أتى موعد التاجر هذا للسداد التاجر جاء قال سددني قال والله ما أملك منها شيء قال بشكيك عند القاضي قال والله ما أملك منها شيء اليوم الثاني توجه إلى القاضي واشتكاه القاضي استدعاه قال له أصحيح له عندك خمسمائة دينار قال نعم له عندي خمسمائة دينار لكن والله ما أملك سدادها قال القاضي إذا نسجنك قال يا حضرة القاضي أما إذا أبيت على سجني فاجعلني أذهب إلى أهلي أبلغهم بهذا الحكم ما يدرون عني وارجع لك بكرة قال ومن يضمنك؟ من يكفلك؟ قال يكفيني رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أيها القاضي أنني لو لم أحذر غدا فأنا لست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم القاضي كان فيه لمسة إيمانية فقال له قبلنا كفالة المصطفى صلى الله عليه وسلم ذهب الرجل إلى زوجته الزوجة كانت مؤمنة وحكا لها الخبر قالت الزوجة دام رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمنك هذه الليلة وأعادك من عند القاضي اجعلنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة طوال الليل فبدأوا يصلون على المصطفى صلى الله عليه وسلم طول الليل حتى ناموا وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وقبيل الفجر وإذا به يرى في المنام هذا الرجل يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه في المنام وقال له إذا كان من الغد ذهب إلى الوالي وأبلغه وقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغك السلام ويقول لك اقضي عني ديني وإذا سألك الوالي ما هي أمارتك فقل له يبلغك رسول الله أنك تصلي عليه كل ليلة ألف مرة إلا البارح أخطأت في العدد ونقصت لكن يقول لك قد وصلتنا وافيغ أصبح الصباح الرجل توجه إلى الوالي واستأذن بالدخول ودخل فلما دخل قال أيها الوالي يبلغك رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ويقول لك اقضي عني ديني مباشرة قال الوالي وما أمارتك قال يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تصلي على رسول الله كل ليلة ألف مرة والبارح أخطأت في العدد ونقصت لكن يقول لك قد وصلتنا وافيغ هذه العلامة فبكى الوالي وأخرج خمسمائة درهم وسلمها إياه وأخرج ألفين وخمسمائة درهم وقال هذه هدية مني لك ببركة رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها الرجل واتجه إلى القاضي لما دخل عند القاضي ورآه القاضي رآه القاضي بلهفة قال وينك يا رجل نحن مشتاقين نشوفك قال هذا أنا حضرت فأخرج القاضي صر فيها خمسمائة درهم وسلمها هذا الرجل وقال له اقضي دينك لهذا التاجر قال ولمه قال ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة وقال لي إن قضيت عن هذا الرجل دينه قضينا عنك يوم القيامة الله أكبر وفجأة وإذا بالتاجر يدخل فلما دخل وهو يلهث قال وينك يا رجل نبي نشوفك قال هذا أنا حضرت قال للقاضي حضرت القاضي إنني قد عفوت عن هذا الرجل واخذ سر فيها خمسمائة درهم وسلمها إياه قال له ما هذا قال ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة وقال لي إن تعفوا عن هذا الرجل غدا نعف عنك يوم القيامة الله المستعر فخرج مقضى عنه دينه وخرج وأيضا معه مبالغ من الوالي 2500 ومن القاضي 500 ومن التاجر 500 وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي وهو في المسجد ولما سأله عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أجعل صلاتي لك كلها يا رسول الله قال إذن يقضى دينك وتكفى همك اللهم صلى الله عليه وسلم